من كنوز القصص قصة عد عليها سنين قليلة جدا بنت اسمها ريتشل بيكفس بنت دي من موليد 2002 بعد ما كبرت عندها 7-8 سنين شافت مرضى السرطان ربنا يشفي الجميع فبدأت تتبرع بشعرها لكل حد شعر وقعوا بعدين لما شعرها طول تاني قامت قصة وتبرعت بشعرها وبعدين بعد شوية سمعت خبر عن معاناة الأطفال في أفريقيا اللي ما عندهمش مية نظيفة فأسست موقع علشان تجمع عليه 300 دولار يكفو لسقيا حوالي 15 طفل تقريبا ما عرفتش تجمع إلا 220 دولار في شهر ونص وبعد شهر ونص سنة 2011 توفيت في حادث ماتت البنوتة الجميلة ريتشل بيكفس في الحادثة وهي مجمعة 220 دولار بس على الموقع بتاعها والدتها دخلت على الموقع وبدأت تنشر الفكرة وقابلت الناس وعمت شيء يشبه المؤتمر الصحفي وأذاعت حلم بنتها أمنية ريتشل واستمر الموقع اللي اسمه أمنية ريتشل في عيد ميلادها التاسع وجمعت في خلال 60 يوم من المشهد ده مليون و 200 ألف دولار المليون و 200 ألف دولار دول تم توجههم لأفريقيا وتم كفالة أو إدخال من المية لمية واربعين قرية فيها 37 ألف بني آدم ماتت ريتشل وهي مش مجمعة إلا 220 دولار ما يكفوش حتى الخمستاشر بني آدم ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى مدده لا ينقطع وهو قال في القرآن إنا نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ربنا سبحانه وتعالى قادر على إحصاء كل أثر أنت عملته حتى لو ما شفتش أثر في حياتك لكن أنت هتقبله في موازين حسناتك يوم القيامة وفي شهر أربعة من كل سنة بيحتفل القرى الأفريقية دي بعد ميلاد ريتشل بيكفس بسبب تعاطفها مع معاناة الشعوب الأفريقية اللي ما عندهاش ما ينظيفها كل ما روح المدينة أبص على المسجد النبوي الأبيض الكبير قوي وطبعا المسجد الأبيض الكبير ده اللي بيشيل أكتر من مليون أو اتنين مليون مصلي مساحة المسجد اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه تقريبا ألف أربعة واربعين متر جوة كده في زاوية كده وفي عواميد مكتوب عليها هذا حد مسجد رسول الله السادة الكرام في المدينة محددينه كده عشان نبقى عارفين أن النبي ده كان مسجده بقيت المساحة دي كلها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أعضى أقول في نفسي كده يا طرى النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف أن بيته ومسجده هيبقى كبير قوي كده وبيصلي فيه ملايين يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل للرفيق الأعلى كان قبلها في حجة الوداع بيحج معاه مئة ألف صحابي عدد كبير أول مرة يتجمع العدد ده قدام عين النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد يخطب ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب قولوا عشان صوت يوصل للناس كلها واللي ما حضرش من المسلمين يوصل له كمان وقول طبعا النبي كان عارف لأن ربنا قال له ورأيت الناس هيدخلونا في دين الله أفواجة وكل فوج هيجيب فوج وكل اللي احنا فيه ده من أثر النبي عليه الصلاة والسلام وكل خير في الدنيا موجود دلوقتي احنا عايشين فيه من أفكار فيها نجدة للملهوف ومؤسسات خيرية فيها إغاثة للمحتاج وأفكار فيها مساعدة للبشر ما هي إلا فرص خير جات في بال ناس وتحركوا لها كان أحد أصحابي يقول لي فرصة الخير فكرة الخير عاملة زي الطير لما يعدي كده إلحق بسرعة أصطاده ما تسوفش لأن فكرة الخير رزقه الله فمدام جي عندك يبقى ده رزق ربنا ليك علشان كل ده تقابل به ربنا أنت ما تعرفش بعد ما تموت إنما اللي أنت زرعته البذرة دي شجرتها تبقى عاملة إزاي فلو ما لحيتش تاخد الفكرة دي غيرك هياخدها لأن رزق ربنا واصل واصل لكل محتاج كنت بقى أرى الدراسة عن الأهالي المهتمين بعمل الخير عند ولده فالدراسة بتقول إن 80% من الأهالي بيركزوا على المذاكرة وخروج الأولاد وساعدتهم بالمغتنيات و20% من الأهالي بيفكروا لدهم بانتظام زي ما بيفكرون بالمذاكرة ويدون فلوس في الخروج ويجيب لهم لبس ومغتنيات 20% بس بيفكرون بعمل الخير وإن لو ربنا موسع علينا في حاجة لازم نكون إحنا كمان توسعة على الناس وفكر حضراتكم ريتشل بيكفس ميزانها عند ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم بثقله كيف سيستقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى بكر فكر حضراتكم إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سنى يعني فكر كده فكرة ما كانش موجودة من سنى في الإسلام سنة حسنة سن في البيت إن إحنا نتجمع على الغدى سن في البيت إن إحنا نحترم الناس اللي بتساعدنا لو فيه سائق أو فيه عاملة بتساعد سن كده فيه مستوى معام من الاحترام لازم يبقى في بيتنا سن إن إحنا يوم الجمعة نتجمع مع بعض ونزور أهلين الأكبر مننا من سن في الإسلام سنة حسنة فإن له أجروها وأجروا من عمل بها إلى يوم القيامة أجيال ممكن تبقى مئات الألاف تيجي أنت تتفاجئ بقى يوم القيامة تتفاجئ أنا عمري كان أصير أو كان طويل بس أعمالي بسيطة لكن كان فيه تصدير دائم للخير من عندك ريتشال بايكفس الله أعلم يعني الخير ده قد لا ينقطع إلى يوم القيامة وكل واحد بيسمع القصة دي لعله يبقى سبب في حاجة ممكن تبقى سبب في إحياء إنسان بعد ما هو يموت ما تقلقش إننا نحن نحيي الموت هيقابلك بها لما يحييك بكرة ونكتب ما قدمه فعل ماضي وآثارهم اللي حصل بعد كده وكل شيء أحصيناه في إمام يعني كتاب في إمام مبين مستند 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 دعاشت